وللمزيد من التعليق تنضم إلينا من لندن من السلاوية الناشط الحقوقية الإيرانية ومن تهران دكتور عماد ابشناس الكاتب والباحث السياسي ورئيس نقابة مدراء مراكز الدراسات الإيرانية أهلاً ومرحباً بكم أدأ معك دكتور عماد لماذا تتجاهل تهران كل هذه المطالبات الأممية والدولية تحية لكم للضيفة العزيزة والمشاهدين الكرام في البداية أود أن أؤكد أن لا أؤيد الأعدام من الذين يعارضون أحكام الأعدام لأي سبب كان ولكن هذا القانون هنا أسسه أن من ارتكب جرماً بعض الأجرام إذا ما أردنا أن نقول أو بعض القضايا ممكن أن تؤدي إلى الأعدام ومنها هذه الأعمال التي قام بها هؤلاء هؤلاء اعترفوا بأنهم قاموا بقتل رجال شرطة كان بحوزتهم أسلحة واعترفوا بأنهم شكلوا خلية لقتل قوات شرطة وتم الحكم عليهم بالأعدام يعني عملياً سبب الأعدام بالنسبة لهم كان أنهم اعترفوا بهذه الأعمال ويعرفون يعني هم كانوا يعرفون أن هذه الجريمة في إيران حكم أعدام ولكن أسألك دكتور عن فكرة أن هناك بعض الأجهزة والأنظمات تلجأ عادة إلى حتى لو أثبتت التهمة إلى تأجيل أو تجميد تنفيذ الحكم لماذا سرع تهران لتنفيذ ذلك الحكم رغم هذه المطالبات الدولية في القوانين الإيرانية فقط تأجيل الحكم يحصل إذا ما قبل أولياء الدم إذا ما أردنا أن نقول بتأجيل الحكم أو حتى أنهم قاموا بالعفو عن الذين قاموا بالقتل ولكن إذا لم يرضى أولياء الدم في إيران لا يتم تأجيل أحكام الإعدام خاصة في قضايا مثل هذه التي قتل فيها رجال أمن يعني في أي بلد كان في العالم أنا لا أتصور أن السلطات القضائية تتساهل مع أشخاص يقوموا بعمليات قتل رجال الأمن عمليات ممنهجة وليس حتى صدفة يتم قتل رجال أمن بل يكونوا مبرمجين لقتل رجال أمن ابقى معي سيد عماد نذهب إلى مناسلة وناشطة الحقوقية هنا بعض المنظمات لا ترى في هذه الأعدامات عقوبة على جريمة توقبت ولكنها تراها للتأثير على استمرار الاحتجاجات كيف أدت هذه الأحكام وكيف أثرت على الاحتجاجات في البلاد تحياتي لك والمشاهدين وضيفك من طهران يعني الحمد لله أنه هو ما يوافق على حكم الإعدام ولكن أقول أولا أنه كل الاعترافات سلبت من المتهمين تحت التعذيب هناك ملفات صوتية خرجة من السجن من قبل هؤلاء المتهمين قالوا أنه كانوا تحت تعذيب شديد واضطروا أن يعترفوا بكل ما كتب وعرض عليهم هذا من طرف طرف آخر الأحكام التي تم الإعدام بسببها هي حكم المحاربة وليس قتل النفس يعني لا يجد هناك أولياء الدم حتى نقول أنها كانت أحكام إعدام بسبب قصاص بل هي كانت محاربة الله ورسوله يعني هذه مرة أخرى اتهام لا نعرف كيف نظام جمهورية الإسلامية كل من يعارضه يعتبر هو محاربة الله ورسوله يعني أساسا لا يمكن الحديث عنه ولكن بالفعل نظام جمهورية الإسلامية الآن نظام يحاول أن ينتصر بالرعب يخوف المجتمع الإيراني الذي كسر حاجز الخوف من قبل من خلال ثورة محسى جينا أميني والآن بعد ما تحكموا نوعا ما في الشارع بدأوا يبينون أنيابهم للشارع الإيراني أنه نحن متحكمين ووتيرة الإعدام بالفعل سريعة جدا بالشكل خلال 18 يوم كان لدينا 90 حالة إعدام سيد عماد إلى أي مدى نجحت السلطات الإيرانية باستخدامها لهذه الإعدامات والملاحقات القضائية في قمع الاحتجاجات في البلاد التي خرجت بعض الأصوات من داخل النظام وكانت ترى أن هناك ضرورة لاستماع لهذه الأصوات أنا لا أتصور أن هذه أحكام الآدام أو كبح الجمهورية كبح بالقوة ممكن أن يؤدي إلى إيقاف الاحتجاجات يعني عمليا الاحتجاجات توقفت منذ فترة يعني تقريبا منذ حوالي شهرين أو تقريبا ثلاثة أشهر نحن لم نشهد أي احتجاجات في الشارع الإيراني ولكن أنا أتصور حتى أن الضغط ممكن أن يؤدي إلى عودة الاحتجاجات وليس إلى إسكاة الاحتجاجات يعني اليوم أحد أكبر المشاكل الموجودة اليوم هي موضوع الحجاب والخلاف على الحجاب وطبعا موضوع الأعدامات ممكن أن تؤدي إلى تأجيج الاحتجاجات مجددا من جهة أخرى أنا أتصور أن المشكلة الأساسية اليوم في الشارع الإيراني هي المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإذا لم تحل هذه المشاكل يعني لن يفيد أي تصرف في إسكاة الناس من أن يخرجوا إلى الشوارع مجددا وهم ممكن أن يخرجوا في أي لحظة بسبب مشاكلهم الاقتصادية ومشاكلهم الاجتماعية وهذا تقريبا يعني معظم المحللين والساسة هم متفقون على هذا الموضوع أنه طالما لم تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية للناس هم ممكن أن يقوموا بالاعتراض الشعب الإيراني طبيعته يعني تاريخيا طبيعة الشعب الإيراني أنه لا يسكت يعني ليس مثل الشعوب الأخرى التي ممكن أن ترضخ لسبب ما الشعب الإيراني يختلف يعني تاريخيا إذا ما نزلنا إلى التاريخ الشعب الإيراني مختلف في هذا الصياغ واليوم إذا ما سكتت الاحتجاجات سببها أن البعض في خارج إيران حولوا استغلال هذه الاحتجاجات لصالح مصالحهم الشخصية وليس حتى لصالح مصالح الشعب وعلى هذا الأساس فأن الشعب أو المحتجين في الداخل الإيراني لم يريدوا أن يدخلوا تحت مضلة هؤلاء الذين يجلسوا خارج البلاد وينادون باسم هؤلاء أو يذهبون إلى أجهزة مخابرات ويحصلون على الأموال باسم الناس في داخل إيران سنعود لمناقشة هذه النقطة مرة أخرى سيد أماد أبشناس الكاتب والبحث السياسي ومن لندن منهى سلو الناشطة الحقوقية الإيرانية بعد متابعة هذا التقرير أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سكان تهران وهم يهتفون الموت للجمهورية الإسلامية وشعارات أخرى مناهضة للنظام وذلك بعد إعداء من سلطات لثلاثة إيرانيين قال القضاء أنهم أدينوا بقتل عناصر من الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مسامي العام الماضي هتفات غاضبة في العاصمة الإيرانية تهران تطالب بالموت للنظام ومحاسبة خامنئي هذا الغضب اندلع عقب إعدام ثلاثة إيرانيين قال القضاء إنهم أدينوا بقتل عناصر من قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسى أميني العام الماضي وأدين مجيد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي بتهمة شن الحرب على الله وذلك لإطلاق النار على ثلاثة من عناصر قوات الأمن في مظاهرة في مدينة أصفهان وسط البلاد في نوفمبر الماضي وشاهدت إيران موجات من الاحتجاجات على مستوى البلاد في عقاب وفاة أميني بعد أن اعتقلت في سبتمبر الماضي بسبب انتهاك مزعوم للقواعد المتعلقة بملابس النساء ووصف الطهران التظاهرات بأنها أعمال شغب بتحريض من الخارج وألقي القبض على ألاف الإيرانيين وقتل المئات بينهم العشرات من قوات الأمن ومع الإعدامات الأخيرة ارتفع عدد الإيرانيين الذين أعدموا على خلفية مظاهرات مهسى أميني إلى سبعة وهو ما أثار مخاوف لدى منظمات حقوقية وحكومات غربية وكانت الخارجية الأمريكية قد دعت طهران إلى عدم تنفيذ إعدامات بحق الإيرانيين الثلاثة معتبرة أن إعدامهم سيكون إهانة لحقوق الإنسان وقالت جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية إن إيران تعدم أشخاصا سنويا أكثر من أي دولة أخرى باستثناء الصين وأعدم الطهران العام الماضي نحو ستمائة شخص وهو أكبر عدد من عمليات الإعدام في البلاد منذ عام 2015 ونعود لضيفين من لندن مونة السلاوية ناشطة الحقوقية الإيرانية ومن طهران دكتور عماد ابشناس الكاتب والباحث السياسي مونة لماذا لم تنجح الضغوط الدولية وحتى التقارير الأممية في إثناء طهران عن إعدام النشطة لأن الجمهورية الإسلامية تعودت أنه بالعادة لا تتحمل عواقب كثيرة عندما تقوم بهذه التصرفات في العادة السياسة الأوروبية تجاه إيران سياسة الاحتواء لا يريدون أن يزعجون إيران لأن إيران بالأساس لديها بعض من أراق الضغط على الدول الأوروبية الآن الديمقراطيين في إدارة بولاية المتحدة الأمريكية لا يريدون كثير من الصراع مع نظام جمهورية الإسلامية لأنه كانوا يتأملون أن يحصلون على أي اتفاق موقت مع نظام جمهورية الإسلامية وأساسا هم استقلوا انشقال المنطقة بقمة العربية وكثير من الأحداث المتسارعة لذلك يستقلون هذه الفترة التي يمكن إيران أن تتفادى كثير من الضوء الإعلامي على قضية الإعدامات فيقومون بهذه الموجة من الإعدامات حتى ينشرون الرعب داخل المجتمع الإيراني ما دام هناك لا يوجد إرادة جدية وقوية للتعامل مع قضية الإعدامات في إيران ستستمر النظام الإيراني في هذه التصرفات ولكن بالفعل الذي اتفق مع زميل من طهران بالفعل لو كانت تنفع على الإعدامات كانت إعدامات بالألاف التي كانت في بداية الثورة وقفت هذه الاحتجاجات نحن الآن نتكلم بما معناه يعني يدعي النظام أنه وصل له ثلاثة أشهر ما فيه احتجاجات أساساً دون نرجع لعشر سنوات ماضية لدينا وسطياً كل عام احتجاجه عارمة كبيرة هذه المرة كانت احتجاجه استمرت أكثر من نصف عام يعني الفترات التي شعب الإيراني محتاج أطول من فترات التي هي ليست في الشارع نحن الآن نقول ممكن هما الشعب الإيراني ليس في الشارع ولكن رفع شعارات في الليل ضد نظام الجمهورية والموت لديكتاتور مستمر في النهاية سيد عماد ما الخطوة التالية في تعامل النظام الإيراني مع هذه الأصوات الاحتجاجية إن كانت الاحتجاجات قد تراجع في الواقع أنا أتصور أن هناك يعني عمليا محاولات يعني في الداخل الإيراني هناك خلافات من الأجنحة السياسية المختلفة على كيفية التصرف في هذا السياق يعني ليس هناك اتفاق موحد على كيفية التصرف البعض يعني يدعون إلى التساهل والبعض الآخر يدعون إلى سرامة أكبر طبعا هنا يجب أن ننتظر بضعة أشهر ونرى أي اتجاه سوف يعلو صوته إذا ما أردنا أن نقول في الجبهات السياسية الداخلية الإيرانية عمليا بعد بضعة أشهر نحن لدينا انتخابات نيابية إذا ما فتح المجال لبعض الاتجاهات السياسية أن يدخل الانتخابات أو بقى يعني بقيت السيطرة لاتجاه واحد في الداخل الإيراني وهذا الاتجاه ممكن أن ينادي بصرامة أكبر واليوم هذا الاتجاه صوته أقوى في الداخل الإيراني هنا أخيرا كيف تنظرين إلى مسألة وجود هذه العجنحة داخل النظام خصوصا بعد خروج أصوات كثيرة تطالب بإصلاح مسألة شرطة الأخلاق وغيرها من الإجراءات الأمنية المشكلة لو نرجع لأشخاص كانوا يسمون نفسهم إصلاحين أو يدعون الآن لازم من خلال التساهل نحل المشكلة نراهم بالأساس خالقين لهذه المشكلة مثلا غضية شرطة الأخلاق ودخل وبدأ مع خاتمي الذي كان رئيس جمهور إصلاحي لدينا حسن روحاني الذي صميح على رئيس جمهور اعتدالي هو صراحة لم يكذب يوم بالأيام قال أنا من الإصلاحين قال أنا اعتدالي بين المحافظين وبين الإصلاحين هو من الناس الذي فرض الحجاب في الجيش ومنع العاملات من قدوم لجيش لعملات في الجيش إلى العمل في حال لم يلتزمنا في الحجاب يعني قضية التساهل أنا أراها أيضا يريدون شراء بعض من الممكن نقول الشعبية لداخل الشارع الإيراني في حال أني ليست في هذه الاحتجاجة ولكن في الاحتجاجة الماضية رفعت شعار الإصلاحيين والمحافظين انتهى اللعبة فلا نثق فيكم الطرفين يريدون حفاظ على النظام الجمهوري الإسلامية واحد بالتلاعب والنفاق يعني أنا أرى طرف الإصلاحي طرف منافق يحاول أن يبين واجهة جميلة لهذا النظام من خلال شخصيات مثل جواد ضريفة ليتكلم اللغة الإنجليزية ويلبس البدلة الرسمية ولكن هو بالأساس هو بجوهر يريد حفاظ على هذا النظام مقابل المحافظين الذين يدعون أنهم لا يريدون الحديث مع الدول الغربية وفضلون العلاقات مع روسيا والسين ولكن في النهاية المشكلة الحقيقية أن الشعب تعدى هذه المرحلة أنه يتقبل الإصلاحيين أو يتأمل أنه الممكن الإصلاحيين أن يقومون بأي شيء لأنه من خلال خدعة الإصلاحيين استطاع الجمهورية الإسلامية أن يجلب كثير من الشباب إلى صلاديق الاقتراع ولكن هذه اللعبة انتهت والآن شعب يريد تغيير كل النظام لا يريد رئيسا جمهوريا واحد مثل جواز ظريف الذي يجلس بلقاء الإنجليزية يكذب ويقول أنه لا يجلس لدينا معتقلين سياسيين ولا يريد شخصيات مثل إبراهيم رئيسي اللي بملابس ملابس الدين يده مرتخ بدماء كثير من الشباب لندن مناسي لاوية ناشطة الحقوقية الإيرانية من طهران دكتور عمنا دابش ناز الكاتب والباحث السياسي شكرا جزيلا لكم